ليش برأيك اه ما زال عم توصفيني هالقد اه الحزب قوي ويعامل دور اقليمي وكل شيء. ليش برأيك اول شيء اه يوم في سفينة بالبحر. اي. عم تستخرر بدأت تستخرر. ما بدأت لا بعد. يعني رح تبدأ. لا لا. موجودة بالبحر. موجودة بالبحر رح تبدأ ما رح تبدأ ما ما بعرف ازا بلّى شو نحنا ما معنا خبر يعني. بيقعر البحر انا تعرف شو عم بصير. لا بس الحزب بيعرف اكيد. اه. انا بعد خطاب السيدة عرفت ان انا بعض الحزب عوقات بيعرف قصص وما ما بده ما بيعرف. مساء ما عرف بعد اليوم من ضارب البور الحزب. ما في كمان. مين قالك مش عارف? هو طرع. انا عارفك فو مش عارف. هو قال ما بيعرف. هو قال ما بيعرف شو فيه بالبور بده يعرف شو فيه بالبحر. لا هو ما خصوا بالبور هلا الناس بساعة بيقل لك البل بقع مش عارف انه فيه كابتاجون بمدرقش وشو خصوا بالكابتاجون. بل بقع فيه دولة وفيه اجهزة امنية وفيه مكاتب مخدرات وهي بتعرف. هلا. هلا. مسلا. هذا موضوع تاني. عن هولي الاحداث العوية شو بدي بالكابتاجون والمخدرات. اليوم لاش بعد الحزب ما تحرك وكل الانظار عليه ازا رايح يتحرك او لا. وتهديدات رايحة تهديدية جاية من الاسرائيليين ومن الاعلام الاسرائيلي ومن كل شي خاصوا باسرائيل. فيه ما يتعلق انه ازا الحزب ضرب راح تشان حرب كبيرة ازا. وكل العالم ناطرة شو موقف الحزب. اسرائيل بعدها ما قالت ولا كله. فيه فيه. عم يحكوا محللين. اعلاميين. بس عند اسرائيل. اعلاميين ما حكى ولا بعد ولا مسؤول. اسرائيلي بعد حكى لتفهم الموقف. عم يحكوا اعلاميين. اعلاميين بيحلل وبيتخدموا. فيه منه نقراب لمواقع القرار. هل بعده حكي رأي مسؤولة. هالسفينة موجودة. لا 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 حكى انا كنت ناطرة السيد شو بده يحكي. مع انه بالايام الاخيرة انه اسمعت تنطر السيد متل قبل يعني. بس بهيدا الخطاب كل الدنيا ناطرته كانت وانا من الناس اللي ناطرين. هيدا الخطاب بدي اعرف شو اللي بده كان الموقف محدد. انه نحنا ما بس يقربوا نحنا هيصاروتنا ما منسمح لحد يمدي يدو عليك. كان الكلام. يعني راح يضرب الحزب في حال? كان الكلام واضح. واضح. هلا انت اوقات التهديد بالفلقة اسعب من الفلقة بيصير. اسرائيل بتفهم تماما لما بيقول حزب الله شو عم بيقوله وناشو. بيبقوا ناطرين خطابه اكتر من احنا كمان ناطرين يعني. بتأديري اسرائيلية مش حيفوتوا بتحدي وانا قلتها قبل هلأ. شو عم بزكس كوي يعني. لا لا ايه زكسك. شو اللي عم تعمل. اليوم ما في مجلة تفوتوا بحرب كبيرة بالمنطقة. في عندك حرب باوكرانيا. شو عم تعمل البخرة بالبخرة. بالاوكرانيا وروسية. مم. في عندك حرب كبيرة هونك ما حدا حيسمع بحرب تانية ما انت عندك هونك الغاز كله حرب الغاز الروسي. مشيك? صح. وعم بفت شو عبديل. هلأ اوروبا بدي تسمح بحرب معنا لانه غازنا اللي رح يكون البديل. مش غاز لبنان. غاز المنطقة كلها. مم. مشيك. واذا هايدي حرب الترسيم وحرب الغاز وهيدي كلها والباخرة وغاز ما كلها مربوطة بالغاز. كله 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 مربوط بالغاز. مين بدو يعمل حرب هلأ على الغاز? هلأ. حرب وتولعوا الله بيعلم كيف بدا توقف. بولعوها هون بيصيروا تحت رحمة روسية بالغاز الروسي. انو دخلك ما تقطعي عني انا شو بدك بالروبل شو ما بدك? مستعدين اللي بدك ياخدي اوكرانيا يعمل اللي بدك ياخد كيف اللي بدك يعمل هي بصيرو. اي حرب هون حيمنعوها هني مش نخنا يعني. هلأ ازا صارت بدك تشفي ازا فيه اسباب اخرى يعني. ما مبين لحده هلأ. انو بدون حرب عالمية. ما بيتحمل حرب عالمية هلأ. ولا حدا. بيتحمل. امريكا شو عندها مشاكل بدا تنفسها بحرب كبيرة. ما بعتقد. ما مبين يعني. هلأ. فما شايفي انا علامات حرب ممكن توقع بالمنطقة. في قصة دربي ودربي مضادة وهيك شي يعني. طلع السيد قال لن هايدي السروي سروتنا ونحنا قلنا حدود ما بنقبل حدا يقرب عليه. الاسرائيلي بيعرف ابعاد هيدا الكلام كسير منيه. وبيعرف حالو ازا بيتحمل نتيجة هاي يعني ازا غلط بالتصرف بتحمل نتيجته او لا. ام. وانا دايما بقول لأكتر عدوين بيفهموا عبعضون كتير منيح وقاريين بعضون كتير منيح. اني حزب الله واسرائيل. كل واحد فايت باعماق التاني وقاريه كتير صح. عشان هيك ما بتقت حدا فيهن يتسرع ويغلط ويدعس دعسي ناس. بس انو الناس ما توسق بقصة انو حزب الله حامل حما لا حامل حما هيدا الدور مش ممكن. بينتهي حزب الله. ام. ازا بدوش يرعب هيدا الدور هلا يعني. مش ممكن. هاي السروة هو حرر. رح ينتهي يا حزب الله برأيك يا امه. لا. لا انا بقول لك فيه عنده مشاكل بالسياسة كتير. انا من الناس ما يعني ما يعني ما بقلش مسلوا بالسياسة الداخلية مسلا يعني. رح احكي رح احكي عن الموضوع. ولكن بيدار المقاومة وحماية الحدود وهي الامور اكيد. رح احكي عن هيدا الموضوع ولكن بعد الانتخابات اه طرع السيد حسن وحكي وقال انو اعجروا لنا موضوع السلاح سنتان. لا تخلص ملفات المنطقة اصدو. هكي 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 رأييا. بي رأيك. ايه. بعد سنتان. امه. حزب الله بيسلم سلاحه. او بيبلش يحكي بيتسلم سلاحه يعني. بس انا خلينا. يعني هو ما كان ما كان يطرحه الموضوع يعني ما كانه يوافقه على طرح الموضوع. انت انت بتحتاج اوقات يكون عندك سلاح. بتشعر حالك مهدد هيدا السلاحة بيحميك بيحميلك مصالحك بمطرح معي. بس ازا اجه وقت ما عدتش بحاجة الو تتركه. انا في مسل دايما. بس هو هو كمان السلاح مساعد اه حزب الله يسيطر على لبنان نوعا ما. ده يسيطر شو عامل بلبنان شو ماخد من لبنان. مش ماخد شيء. مش ماخد شيء باللبنان. مش ماخد شيء. هو ما بلبنان المتلقي اكتر ما هو فاعل. شو بدك بكل الهيسر اللي بيحفوه. حاكم ومحاكم. ليه حاكمنا البخاري. مش هو بحات. مش هو حطالك رئيس. حاكمنا البخاري ومش هو اسم الشيء. مش هو حطالك رئيس نوعا ما. مش هو ننجحك. مش هو حامي اه اه يعني. اي سنة اي سنة اجا رئيس. مش هو مش هو قوان سنة الشيعي بحماية. هو مش حامي حركة امر وحامينا بيهبره. ياه. هلا كل واحد حامدتين بمحال. طيب. رئيسنا في الالفان وستعش. ما بين ميشيل سليمان وما بين ميشيل عون كم سنة ما رأى. ما لو قادر هو كان حطه وقت ميشيل سليمان. لو هو اللي بقرر لحاله حزب الله. بوقتها كان بعدها الفترة حساسة وكاننا طلعين من. كان لازم يجي بوقتها جنرال عون رئيس دولي. كان حالنا غير حال اليوم. وضعنا غير وضع. كان. لو يجي بهذاك الوقت. اي شو كان. ولا كنت بلشت الازمة على ابكر. لا اي ازمة. كنا كنا مع العكس اول شي وضعنا المالي كان بعده منيه. وكل شي كان بعده منيه. وبشكل عام يعني لما انت بتكون بعدك المرض باول او المرحلة الاولى او التانية قادر تسيطر عليه. مش لما انت بتجي بالمرحلة الرابعة المرض للسرطان وبدك تعالج. بيكون بس قصة تسكين امراض تسكين اوجاع مش اكتر بيصير. اجابي انا اخر مراحل المرض اللبناني الرئيس عون. لو يجي بهذاك الوقت تتغير كتير الوضع كان. بغض النظر انا برأيي اه حزب الله لا لا مش مستفيد شي من الدول اللبناني. بالعكس حامل اعباء يعني. اكتر شو مستفيد يعني. شو مستفيد يعني. ولا بمطرح مستفيد. انه والله فيه منصب امن معين اوقات بيختار هو الشخص. راح راح احكي عنه داخلي. ولكن خلينا فوت معك على الانتخابات اه النيابية. اه ما خلص وقتها خلصت. لا. بالعكس. معك ما خلصت. معك بلشت. اه.